الخير زهور مساء الخير مشاهدينا الأمطار رعدية إن شاء الله رح تكون حاضرة بعد ظهيرة اليوم على أغلب المدن الداخلية الشرقية وبحول الله خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نتوقع الأمطار رعدية حتكون دايما حاضرة على جل المناطق الشمالية للبلاد خاصة السحيلية وحتى المدن الداخلية بالإضافة لكل ذلك مشاهدينا درجات الحرية الأخرى رح تكون جد لطيفة رح نسجلوها على جل المناطق الشمالية للبلاد بدون استثناء ونشوف التفاصيل مع بعض البداية بالتنبيه فيما يخص الأمطار رعدية إن شاء الله المرتقبة بعد ظهيرة اليوم حيث أكدت مصالح الأرصاد الجوبية في تنبيه من درجة الأولى على تسجيل أمطار رعدية بكمية تصل إلى غاية 20 مليمتر وذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط بحويلة غاية ساعة 9 ليلا الولايات المانية كل من ولاية سوق هرس برج بوريج مسيلة ميلة أم لبواقي قلمة باتنا كذلك ولاية سطيف قسنطينا وولاية لبويرا إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير الآن نشوف مع بعض خيات توزية تساقط الأمطار خلال الساعات وحتى الأيام المقبلة بداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخامس نلاحظوا صباحة يوم غد أمطار تكون متفرقة على فترة لكن أمطار نوعا ما جد ضعيفة رح نسجلوها على أغلب المناطق الساحلية للبلاد المناطق السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية بالنسبة ليوم ثلاثة أمطار تكون غزرة ومعتبرة محلية كما نلاحظوا على الجهة الشمالية الغربية البلاد عبر كل من ولاية نصطغان مشلف وهران معسكر واسد بالعباس بالنسبة ليوم الخامس تقصر نوعا ما حيقد نقول عليه يكون شتوي أمطار تكون معتبرة وغزرة محلية الكميات يرتقب أن تصل أو تتعدى 30 مم والحمد لله نلاحظوا يعني دخول فصل الخريف يكون يوم الأربعاء يكون بقوة بأمطار غزرة ومعتبرة محلية كما نلاحظوا في صورة يوم الثلاثة وحدة يوم الأربعاء أقول 21 من شهر أقول سبتر أتواء ممطرة أمطار غزرة تعرفها جل المناطق الداخلية وحتى السواحل الوطنية الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض فيما يخص خارج توزيع الكتل الهوائية بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخامس هي الأخرى درجات الحرارة بشمال البلاد ستعود إلى معدلها الفصلي وتكون درجات حرارة جد لطيفة أدنى مقياس مرتقبة على شمال البلاد حوالي 25 درجة خلال الظهيرة وأعلى مقياس حوالي 30 درجة إن شاء الله بالنسبة للمناطق الجنوبية تبقى دايما تحت تأثير نفس الكتل الهوائية نوعا ما حرى نسبيا راح نسجل إن شاء الله ما بين 40 إلى غاية 45 درجة نلاحظوا مقارنة بفصل الصيف يعني نقص الدرجة الحرارة بالمناطق الجنوبية لكن على الرغم من ذلك تبقى دايما أجواء حرى على رقا أدرار إنسا لحمنية غردية ورقا لا تقرت ولا جلال مغير يعني حوالي 45 درجة كأعلى مقياس مرتقبة بهذه المناطق بالنسبة لجنوب الغربي وكذلك الجنوب الشرقية سنسجل إن شاء الله ما بين حوالي 39 حتى 40 درجة حالة البحر مشاهدين خلال الساعات المقبلة كذلك بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس نلاحظوا يوم غد راح يكون بحر نوعا ما منها دائل قليل إطراب خاصة على السواحل الشرقية والوسطى للبلاد مع الرياح ترواح سرعة ما بين 20 حتى 40 كرامتر في الساعة يكون هادئة على السواحل الغربية مع الرياح ضعيفة لن تتعدى سرعة 20 كرامتر في الساعة بالنسبة ليوم الأربعة حتى يوم الخميس يبقى دي من نوعا ما بحر هادي إلى قليل إطراب على طول الشرط الساحلي فيما يخص اتجاه الموجة نلاحظوا فيها ستكون شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية والوسطى ومن شمالية إلى شمالية شرقية إن شاء الله على السواحل الشرقية بهذا مشاهدين أصل لطي ورقة حوال التقصي ظاهرة اليوم أجواء خريفية منطرة إن شاء الله ستكون بداية من يوم الأربعة حتى يوم الخميس بحول الله نعود الآن إلى زهول السلام